اشتركوا في القناة علشان نشوف ابنهم وكل مرة تحصل مشكلة ومرة حصلت مشكلة وبابا وماما اتدخلوا وطلبوا ان مامته تتدخل وهو من ساعة الخناءة دي وهو مش حابب يتعامل معانا وبيقول كلكم ضده والغاية دلوقتي خناءات دايما مع اختي ويبدل يعيد ويزيد على نفس النقطة بالرغم ان احنا عمرنا ما بنزعله يعني لو عندنا في البيت وعاوز تفرج على حاجة في التلفزيون واحنا بزينا نتفرج على حاجة تانية احنا مش مهم المهم هو ينبسط عشان ما يبقاش قاعد متدايق او مقبرة الحاجة ودايما يقول اشمعنا ربنا اخذ اهلي ويساب اهلكم وبيقول انا ممكن اعيش لوحدي مش محتاج حد يقصدنا او يقصد اختي كمان مش عارفة ممكن نعمل معاها ايه عشان اختي كل يوم خناءات والخناءات بتزيد معدلها في المناسبات لدرجة انها بتتمنى الموت مش عارفة اقول لها تعمل ايه واحنا نعمل ايه اسفة جدا على الاطالة صلواتك هو طبعا لو انت زي ما بتقولي كده بالزبط عنده مشكلة عنده مشكلة حساسية مفرطة جدا وهو حاسس بالغيرة ان اختك واهلاء موجودين وهو الوحده وانه كنت مطربتين وهو حاسس ان هو شخصية سكندري يعني امر اتنين ده محتاج نطمنه تفاهمي انك انت جوزي وانت اللي بقيلي وما تحاوليش تقولي له ابدا ان اهلك اهم عندي منك يعني عاوزين نهديه وبعد ما نهديه وهو هادي نكلمه نقوله يعني نعمل ايه عشان نثبتلك ان احنا بنحبك واضح انك انت ممكن تخد واخد موقف لكن ربنا العالم احنا بنحبك وبنحاول نريحك وبعدين انت ما تنقشهوش في كل حاجة واضح ان هو بيمسك على الوحدة علشان يعمل منها مشكلة حاولي تعدي على قد ما تقدر انك انت تقدر تعدي عشان الحياة تبقى اكثر لطفا ودي جاية في الوعظة بتاعت النهاردة بالمناسبة لكن دي نصيحة صغيرة وارجوكي اختك تفضفض مع مرشدة روحية كخادمة كانت بتخدمها زمان او اب اعترافها عشان الانسان لما يبقى تعبان اوي مجهد ما تاكي حد يسمعه فبدل ما حد ينديها نصيحة وحشة الكنيسة هتديها نصيحة على الاقل روحية وربنا يشيل الغمة دي يا بنتي اشتركوا في القناة